موسيقى صباح الخير للكل يوم جديد من عالم الصباح اليوم 19 لسان 2015 اكيد فقرات عديدة ومنوعة رح نترافق معكم فيها خلال 3 ساعات على الهواء انا اشتقت لكم صار لفترة مش طالة عليكم ولكن اكيد رجعت لكم ورجعت للفقرات والزملاء لحتى انضم لأسرة عالم الصباح وكمان نتسلى سوا مع بعض كل يوم اما طبعا عنا بدنا مصلحتك للحملة اللي عم نقوم فيها بشهر نيسان رح احكي عنا اكيد اللي بذكركم فيها بتضمن نصائح وارشدات بيقوموا فيها زملاء بعالم الصباح بيقدموا خبراتهم اللي بتفيدكن وبتجاوب عن كل اسئلتكن كل يوم رح تشوفوا tips وهال tips اكيد رح بيفيدوكن منشوف اول tips لليوم اتذكروا تحفظوا كل فحوصاتكن الطبية الصور الشعاعية ونتائج التحليل المخبرية بملف واحد وتخلوها بمحل بتتذكروا دايما انتوا بقية افراد العيلة لحتى تقدروا ترجعوا لها عند اللزوم بدنا مصلحتك بقول صباح الخير كمان لشيف بوجهورك بوجهورك كيفك اليوم؟ صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين حمد الله على السلامة الله يسلمك كيف كانت الهند؟ كانت بتجني ما حقلك شي جبتين لنا معك لانه كنت عبهتم بحالي بس على المحر وزام يعني أحلى شيء أحلى وسهلة فيك أحلى فيك وإن شاء الله اليوم منهارنا مليء بالحلويات وبلقى طيب والسوربريز لقليك آخر شيء أوكي ما بزعر انا كتب حب السوربريزين ايه أوكي مش غلط أبدا مش غلط شكرا لك يا أحلى نرجع لك أكيد بعد شوي أما هلأ أكيد خلنا نشوف شو تضمن حلقة اليوم بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن رأسات مهضومة مع جون بيع يوتيوب وان فويس تيم ديوفة جون بيع غير موجة رياضة ونشاط وحماس مع هبة بواحة تنين تلاتة ديوفنا بيعرفونا على عرض وان نايت عن برودوي موهبة الرأس مع جون وديوفو بجيل توب ورشة ملح مع الشيف عبدالله على شرائح التفاح المقلية رح نكون أكيد مع كارمن والأبراج ولكن بحب ذكركم هبة رح تنضم معنا من قلب مدينة ترابلوس بعد شوي أكيد لتنقلنا مهرجين ترابلوس السنوي يلي عم بيحصل اليوم ولي هو على مدة كذا نهار ثلاث يام وبيضمن أكيد ماراتون وعدة نشاطات اللي عم بيقوموا بتنزيموا بلدية ترابلوس وفعاليات عديدة وطبعا جمعية الواقع ليقولوا دايما أنه ترابلوس هي الحياة والأمل وأنا طبعا بما أنه أنا بنت ترابلوس أنا كتير مبسوطة بهالنشاط وبخلص من هون وبرجع بنضم أكيد لمدينة ترابلوس خلينا هلأ نشوف شو تضمن الحزوز لليوم مع كارمن والأبراج أصبحكم بالخير اليوم الأحب 19 نيسان أبريل اليوم الأمر موجود ببرش الثور الترابي واليوم هو آخر نهار بتكون في الشمس موجودة ببرش الحمل كيف رح بيكون نهارنا نبدأ مع أول برج برش الحمل بالنسبة لك اليوم مولود برش الحمل الأجواء جيدة هناك تقدم هناك تسارع أيضا أو في سرعة في إيقاع هالنهار وبالتالي مطلوب منك أنك تلحي تكون حاضر محضر الأجندا هيدا نهار معقول يحمل لك بحث بمسألة مالية وبيبقى المولود الأكثر تعبا 87 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور ووصول الأمر لبرشك أمر جيد وإيجابي بكرة لما الشمس بتوصل لبرشك بصير في عندك طاقة أكبر وعندك قدرة أكتر لذلك اليوم فينا نقولها أنه نتفي أحسن من هالثلاثين يوم اللي ما رأوا طول بالك إذا عندك قرار لتاخده هيدا إذا منك مستعجل إذا مستعجل وبدك تاخد قرار لا بأس أنك تقرر أما يلي لازم يكون حذر ويبعد عن السرعة والمجازفات كليا 3-4 أيار مايو ننتقل لبرش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء الجو اليوم كتير ضعيف فيه نطرة فيه خيبات فيه يمكن حدا بيخذ لك ويمكن يكون فيه التباسات اليوم بالرغم من هالشي بيضله أضبط شوي من بكرة لأنه بكرة فيه ضغط فيه عندنا أمر وشمس نيتون ببرش الشوساء لذلك إذا مضطرب هاليومين تاخد قرار فاخده اليوم أو إذا بدك تنطر للأربعة أو الخميس الأكثر حظا بالرغم من هالجو هو 31 أيار مايو 1 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الجو اليوم حلو ترتاح اليوم تنبسط بتكيف بتزهر بتفرح تلتقي مع أصحابك أو حتى لو كنت لحالك بتحس حالك أنك مرتاح وكأنه في حملة تقيل نزل عنك تافك أجواء كتير حلوة وبناءة والأنشط والأوفر حظا مواليد حزيران يونيو منكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد بلش الضغط يقرب عندك هناك شوية توتر في الجو وكأنه كل شيء كتا عم بتعمله كانت تحضير اليوم هو بداية فترة امتحانات بالنسبة لألك لازم ضرورة تكون حاضر لأنه إذا نجحت بيكون نجاحك باهر وإذا رسبت أو سقطت بيكون طبعا هناك أغلاط كبيرة ويمكن حتى تكون النتائج منها الأبدي سهلي إذن ما في حلول وسط اليوم نهار متعب بعد في مجال للنجاح الباهر أما الأكثر حظا 27-28 تموز يوليو 5-6 أب أغسطس منكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بلشت الأمور تتغير لصالحك بلشت الأمور تفتح بوجك شهر أدار مارس كان تعبين مزعج تقيل جداً كان في معاكسات بداية هذا الشهر كما بمطلع هذا الشهر ما كانت ألقدم سهلة وميسرة أما اليوم فهو إعلان لبداية تقدم وتطور وبعد فيه بكرة وبعد بكرة رح بتصير الأمور أجمل وأجمل الأكثر حظاً 8-9 أيلول سبتمبر ننتقل لبرش الميزين بالنسبة لبرش الميزين الجو اليوم يدعو إلى التفاهم يدعو إلى التقارب يدعو إلى الإلفة ويمكن حتى الإنسجام بقدر المستطاع لحتى الدولة بالأمور وتصلح الأخطاء اللي صارت سابقاً الأجواء اليوم أفضل بكتير من مبارح أو تمبارح لذلك ما تكبر كتير رأسك حاول أنك تكون إنسان متواضع ابحث عن الموضوعية بتلاقي الحل أما الأوفر حظها نسبياً 29 أيلول و30 أيلول سبتمبر منكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب دخلت بمرحلة زمنية رح بتكون شوي تقيلة رح بتكون شوي معاكسة رح بتحس أنه فيه أشخاص ما كتير مبسوطين منك أو عم بيحاولوا أو بيغاروا منك وعم بيحاولوا أنه يعرق له دربك اليوم هو بداية هالأمور هاي بكرة وبعد بكرة يمكن تكون أصعب وبالتالي حاول اليوم ما تخلق لحالك أزمة بعد عن المشاكل وما تترك ذيول للايام المقبلة الأكثر تعباً وعرضها للمعاكسات 5-6 و 7 نوفمبر التاني منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس مطلوب منك أنك تطول بالك أكتر على أقرب الناس لألك هالناس يلي بيحبوك يلي بعزوك يلي متكلين عليك نحكي تحديداً عن عائلتك وولادك عن شريكك بالحياة أجواء اليوم متقلبة إذا عندك شغل فحاول بجميع الأحوال أنك تعطي أفضل ما عندك لأنه الجو العام بعده مناسب لألك الأكثر حظاً 5-5 ديسمبر كانون الأول أما الأكثر تعباً 25-26 نوفمبر التاني مننتقل لا برش الشادي مولو برش الشادي بداية تحسن كبير بنتي ظهرك ابتداءاً من اليوم لفترة 30 يوم هناك تحول جيد بإيجابي بناء وبيخدم مصالحك الأجواء معقولة تكون إيجابية على الصعيد الاجتماعي العاطفي والعائلي الأكثر حظاً موليد كانون الأول ديسمبر مننتقل لا برش الدلو مولو برش الدلو حان الوقت لحتى تفكر بحالك لا تعود لذيتك لجذورك لعائلتك لوطنك عم تفكر كيف بدك تستقر عم تفكر كيف بتلاقي المكان أو الملاذ الآمن سواء كان ببيتك بالشغل بوطنك بها على هالأرض كلها الأجواء اليوم بتخلي مولود برش الدلو يفكر كتير بحاله بده ما كان يستريح فيه الجو هذا يمكن يدفعك لحتى تاخد قرارات حلوة يمكن بتغيير مكان إيقامتك أو بتحسين مكان إيقامتك أو بتحسين وتعزيز وضعك الشخصي الأكثر حظا 30 31 و30 كانون الثاني يا نعير منكمل مع برش الحوت مولود برش الحوت اليوم أنت شخص وكأنه كل هالإبداع اليوم مسموح لألك وكأنه الكل ناطر منك جواب كلمة فكرة ضروري أنك تشارك أصلا اليوم انهار كتير مميز لمولود برش الحوت لأنه عنده كتير ديناميكية وعنده قدرة جسده وفكره لحتى يشارك وحتى يتحفنا بأفكاره الأكثر حظا 21 إلى 25 شباط في برعير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة في بحث بقضايا مالية عم بتفكر بموارد إضافية لألك أو كيف تحسن وضعك الاقتصادي أيضا الأمور الدراسية بتاخد من وقتك هيد السنة وضروري أنك تشتغل عليها نيسان أبريل أب أغسطو ديسمبر كانون الأول هنا أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديد باي باي كافيين معكم أكيد دا علم الصباح وسؤال اليوم كتبته على صفحة الفيسبوك لأنه أنا جيت من الهين تصار معي شك أنه بعدها عم بتشتي بلبنان فإذن سؤالي أي متى تخص شتوي إذا عندكم فكرة تواصلتم مع الأحوال الجوية عندكم الحسسة السادسة أم معتكم الحسسة السادسة برح تخلص أملا لأنه سمعت كمين أنه نهار الأربعة في أمطار أنه لهون أوقات وبس يعني خلص بمطرح من المطار احتعبنا فمطاولة جايبوني فنشوف إلا إذا بعدكم مبسوطين رح نتوقف مع أول فاصل أعلاني ومن بعدها من كفة أكيد مع جان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر